يعني هذا التزامن في البرلمانات الأوروبية بهذه الطريقة للتخاذ إجراء هو غير ملزم وزي ما فسره لحضرتك أحد المعارضين هو ليس أكثر من ورقة ضغط بتفسر هذا التحرك بإيه وليه في هذا التوقيت؟ أنا برأيي أنه القرارات مهمة جداً للتأخذات والدول الأوروبية تنسك مع بعضها البعض سواء من خلال مجلس أوروبا اللي بيضم كل الدول الأوروبية أو من خلال الاتحاد الأوروبي اللي بيضم حوال 26 دولة من هذه الدول حركتها متناسقة يعني السويد عندما اتخذت قرار الاعتراف بفلسطين كاملة ليست معزولة عن بقية الدول لكن يبدو أن الأوروبيين يريدوا تطرج في سياسة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة حتى يصلوا إلى لحظة يقولوا نفذوا قرارات الشرعية الدولية في حل دولتهم لماذا هذا التوقيت تحديداً ليه وراء هذا التحرك؟ هذا التوقيت بسبب التأزم الذي حصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أيضاً عدم رضوخ الجانب الفلسطيني أمام الضغوط الإسرائيلية واستمرار تصاعد المقاوم الشعبي في فلسطين مثلاً وحتى العنف دائرة العنف تتسع ما يدور في القدس التي مر عليها سنوات طويلة من الهدوء وتوقف العدوان في غزة في بقية المناطق ويزداد اشتعالاً في القدس هناك حالة قلق من انهيار الوضع الهادئ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإذا منهار كل اتفاقيات السلام التي وقعتها الدول العربي مع إسرائيل ستنهار لذلك هم يحاولوا أن يستبقوا من خلال الضغط للتوجه للضغط على إسرائيل أنه هنا الأوان لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للنزق الإسرائيلي وسياسة اليمين في إسرائيل التي أصبحت تهدد الأمن والسلام